لا تلبث الأوضاع أن تهدأ بين الجارتين اللدودتين الهند وباكستان حتى ترتفع حدة التوتر بينهما مرة أخرى والقضية كما في كل مرة تتمحور حول إقليم جام كشمير عنوان التنازع الأبرز بين الجارتين النوويتين الأيام القليلة الماضية شهدت تصعيدا من قبل الهند بعد إرسالها آلاف الجنود إلى الجزء الهندي من كشمير قبل أن تعلن إلغاء قانون رقم 370 الخاص بالحكم الذاتي في الإقليم ما يعني عمليا ضم الجزء الهندي من كشمير إلى الهند وهو الأمر الذي استفز باكستان واعتبرته بمثابة إعلان حرب وانتهاك لقرارات الأمم المتحدة القرار الهندي الجديد الذي وزع الشطر الهندي من كشمير إلى إقليمين سبقته حملة عسكرية شنتها القوات الهندية قرب الحدود مع باكستان كما فرضت إجراءات مشددة داخل الإقليم وهو ما حمل رئيسة الوزراء السابقة في الحكومة المحلية بالإقليم محبوب مفتي التي تعيش تحت الإقامة الجبرية حملها على وصف ما حصل بأنه يوم أسود محذرة من عواقب وخيمة للقرار من جهتها دانت باكستان للقرار الهندي متوعدة بتصعيده إلى كل المستويات وقال وزير الخارجي الباكستاني شاه محمود قرشي إن القرار كشف الوجه الحقيقي للهند وعقد القضية الكشميرية أكثر وأثبت أن الهند لا ترغب بحل القضية عبر الحوار أما رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان فقد أكد عقب اجتماع لمجلس الأمن الوطني أن القوات المسلحة الباكستانية سترد على أي عدوان وبأشد الطرق واعتبر أن ما يحصل على الحدود مع الهند وفي كشمير خطوات تتخذها نيودالهي لتحريك المنطقة وإبعاد عيون المجتمع الدولي عن جهود باكستان من أجل إحلال السلام في المنطقة التطورات الأخيرة زادت من مخاوف انزلاق الأمور إلى حرب مباشرة بين الطرفين كما حدث قبل ذلك أكثر من مرة لا سيما مع رغبة الهند بعدم حصول أي تقدم بالعلاقات الباكستانية الأمريكية وذلك أثر التعاون الكبير الذي حصل فيما يتعلق بغضية المصالحة في أفغانستان ما سيؤثر على العمق الهندي في المنطقة وهما يراه مراقبون الدافع الأساسي الذي يقف وراء خطوة الهند التصعيدية